بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الأعزاء الطالبات الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع محاضرة بعنوان مدخل إلى النظم الإسلامية في هذه المحاضرة سنقف مع مفهوم النظم الإسلامية ونشأتها وحاجة البشرية إليها كذلك سنتكلم عن حاجتنا للنظم الإسلامية وهناك أيضا كلام عن أنواع النظم الإسلامية المتعددة والمختلفة وسنقف مع خصائص أو مزايا النظم الإسلامية عن غيرها من الأنظمة وأخيرا سنعقد مقارنة ما بين النظم الإسلامية والنظم الوضعية نبدأ في تعريف أو بيان مفهوم النظم الإسلامية وقبل ذلك لا بد من معرفة معنى النظام في اللغة وفي الاصطلاح النظام في اللغة نعود إلى كتب قواميس اللغة العربية وهي كثيرة فتعطينا معنى النظام هو بمعنى الجمع أو التأليف والترابط والتناسق إذن يأتي النظام بهذه المعاني الجمع والتأليف والترابط والتناسق أقول نظمت القصيدة ألفتها نظمت الكتاب جمعته نظمت حبات اللؤلؤ نسقتها ورتبتها إذن جمع تأليف ترابط تناسق هذا في اللغة أما في الاصطلاح فإن النظام معناه مجموعة من القواعد والمبادئ المتناسقة والمترابطة فيما بينها والتي تجمع ما يرسم للناس منهجهم وطريقة حياتهم إذن هذا هو النظام في الاصطلاح قواعد مبادئ متناسقة مترابطة فيما بينها هذه القواعد أو المبادئ هي التي ترسم منهجة وطريقة حياة الناس إذن النظام هي القوانين هي القوانين والقواعد والمبادئ مثلا نقول اليوم عندنا قانون السير أو قانون المرور ما هو قانون المرور؟ القوانين التي تتحكم بحركة المرور وتنظم سير المركبات تتضمن قواعد استخدام الطريق لتوفر المرور المنظم والتنقل الذي فيه السلامة والذي فيه الأمن إذن عندنا هناك النظام ومجموعة من القواعد والمبادئ وهذه الأنظمة هي كثيرة لكن نريد أن نبين معنا مفهوم النظم الإسلامية أو النظام الإسلامي النظم الإسلامية هي الأحكام والقواعد والمبادئ والعادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى إذن لاحظ هنا الفرق ما بين النظام في الاصطلاح وما بين النظم الإسلامية هناك قواعد ومبادئ متناسقة مترابطة فيما بينها لكن هنا قواعد ومبادئ وعادات شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم أعمال الناس وعلاقاتهم المتعددة والمتنوعة المنبثقة عن العقيدة الإسلامية وكما تعلمون بأن قواعد الإسلام وأحكامه هي الشاملة هناك نظام العبادات والسياسة والاتصاد والأخلاق والقضاء والعقوبات وغيرها من القواعد والأحكام التي تنظم الحياة الخاصة والعامة والتي تشكل بمجموعها وتفاعلها وتناسقها وترابطها ما نسميه بالنظام الإسلامي إذن عرفنا وإياكم معنا النظام في اللغة والنظام في الاصطلاح ومفهوم النظم الإسلامية متى نشأت النظم الإسلامية متى نشأتها بالتأكيد نشأت النظم الإسلامية هي مرتبطة بنشأة شريعة الله تعالى في الأرض منذ أن وجد الإسلام إذن نشأة النظم الإسلامية مرتبطة بنشأة شريعة الله في الأرض ودينه الذي ارتضاه لعباده سؤال هل المجتمعات اليوم البشرية والإنسانية هي بحاجة إلى النظم وبحاجة إلى التشريعات والقوانين الجواب نعم إذا كان طبيعة الإنسان تقتضي الاجتماع فإن لازم الاجتماع حدوث نوع من الظلم أو البغي أو العدوان أحيانا أو حدوث خلاف أو تنازع أو صراع لذا كان وجود قانون ناظم وسلطة حاكمة تردع الناس عن الظلم والعدوان وترفع عنهم التنازع والصراع إذن هي ضرورة لازمة التشريعات والنظم ضرورة من ضرورات الاجتماع البشر لا بد منها لحفظ كيان الجماعة وحماية الأفراد والاستقرار الأمن في صفوفهم فجاءت مثل هذه الأنظمة والقوانين لتضبط حقيقة حركة الأفراد ولتضمن الاستقرار للمجتمع ولتحقق مصالح الأفراد والمجتمعات ولتحدد الحقوق والواجبات إذن المجتمعات البشرية يبقى أمس الحاجة حقيقة إلى النظم وإلى التشريعات لهذه الأسباب التي ذكرناها لكم ألا أن نأتي إلى حاجتنا للنظم الإسلامية جاءت الشريعة الإسلامية كما تعلمون بأحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة ولتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد في العبادات في الأخلاق في المعاملات في نظم الحياة في شعبها المختلفة كل ذلك لتنظيم علاقة الناس بربهم أولا وعلاقاتهم بعضهم ببعض ولتحقيق سعاداتهم في الدنيا والآخرة أيها الأعزاء الشريعة الإسلامية قدمت حقيقة قدمت لنا نظريات حول الحكم والسياسة وقدمت لنا نظريات حول الاقتصاد وقدمت نظريات حول الإدارة وقدمت نظريات حول المجتمع والأخلاق وقدمت نظريات حول الأسرة وبنائها وقدمت نظريات حول الجريمة والعقوبات وهذا هو مصداق قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء أو في قوله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إذن خلاصة هذا الموضوع أن المجتمعات البشرية هي محتاجة للنظم الإسلامية لعدة أسباب أن البشر في حاجة إلى توجيه إلهي يجنبهم الضلال في الفكر والغي في السلوك يعني حتى لا ينحرف الإنسان اعتقادا أو سلوكا المجتمعات محتاجة للنظم الإسلامية لأن النظم الإسلامية هي التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وإسرته بين الإنسان ومجتمعه النظم الإسلامية تنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم بين الأغنياء والفقراء بين الملاك والمستأجرين بين الدولة الإسلامية وغيرها في حالة السلم أو في حالة الحرب النظام الإسلامي هو التشريع الفذ الذي يعبر عن عقائدها وقيمها وآدابها وعن نظرتها إلى الكون وخالقه والإنسان ومصيره والحياة ورسالتها بخلاف القوانين الوضعية الأخرى التي سنبينها فيما بعد أما ما هي أنواع النظم الإسلامية؟ النظم الإسلامية كما أشرنا قبل قليل هي مختلفة ومتعددة منها النظام العقدي ونظام العبادة والنظام الاجتماعي والنظام المالي أو الاقتصاد يسمى أو النظام الخلقي أو النظام السياسي أو نظام الحكم أو نظام العلاقات الدولية أو نظام العقوبات إذن هي أنظماء كثيرة متعددة ومختلفة النظام العقدي سنقف عليها عندما نتحدث عن وحدة نظام العقيدة وهو نظام يعنى بالأحكام والأمور الاعتقادية التي يجب على المسلم الإيمان بها سواء ما تعلق بذات الله وما تعلق بالأنبياء أو ما يتعلق بالأمور السمعية الغيبية هذا يسمى بالنظام العقلي وهناك نظام العبادة الذي يعنى بالأحكام الشرعية الفقهية في مسار العبادات من حيث الحل والحرمة والوجوب والكراها وهناك النظام الاجتماعي الذي يعنى بالنواحي الاجتماعية والعائلية نظام الأسرة ما يتعلق بالأفراد الزواج الطلاق وما يتعلق كذلك بالجماعات المجتمع النظام الخلقي يعنى بالأحكام المتعلقة بالفضائل والمكارم الخلقية والأحكام التي تدعو إلى الخير والفضيلة وتنهى عن الشر والرذيلة وهناك النظام الاقتصادي وسنقف عليه أيضاً وهو يتحدث عن النواحي المالية عن أحكام موارد الدولة الإسلامية ومصاريفها وكلكم يعلم بأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهناك النظام السياسي وهناك النظام العلاقات الدولية وهناك نظام العقوبات هذا النظام الذي يهدف إلى توفير الأمن والطمأنينة في حياة الناس نظام العقوبات في الإسلام يهدف إلى توفير الأمن والطمأنينة في حياة الناس بحيث يبيت الإنسان آمناً على ماله ونفسه وعرضه وعلى حرومات دينه ما هي خصائص النظم الإسلامية؟ لم أقول خصائص يعني مزايا أن النظام الإسلامي يمتاز عن غيره من النظم الأخرى من أهم هذه الخصائص أولاً أن النظام الإسلامي هو نظام رباني خاصية المنهج الإلهي نظام رباني يعني نظام إلهي فهو وحي من الله عز وجل وبهذه الخاصية تختلف النظم الإسلامية عن سأل النظم الوضعية التي وضعها الإنسان تلك التي تصدر عن فكر البشر وتصورات عقولهم الخاضعة للأهواء والمشارب المتغيرة بتغير الزمان والمكان شتان حقيقة بين تنظيم الرحمن وتنظيم الإنسان تنظيم الإنسان الذي لا يستطيع أن يتخلص من رغباته وشهواته ولا يستطيع أن يصل بفكره وعقله المحدود إلى درجة الكمال المطلق إذن هذه أول خاصية لأن نظام الإسلامي أنه نظام رباني نظام إلهي وهو وحي من الله عز وجل من خصائص النظام الإسلامي التوسط والاعتدال الوسطية خاصية من خصائص التشريع الإسلامي وتمثل الأحكام المستندة إلى الوسطية روح الشريعة لأنها تجعلها متوافقة مع الفطرة الإنسانية التي تأخذ بعين الاعتبار طلبا للتيسير على المكلفين ورفعا للحرج عنهم وكذلك جعلناكم أمة وسطة الإسلام هو دين وسط في الاعتقاد مثلا هذا مثال دين وسط في الاعتقاد الاعتقاد بين الماديين الذين ينكرون كل ما هو موجود وراء الحس ولا يلتفتون لصوت الفطرة ولا لوضوح المعجزة ولا لنداء العقل أولا الماديين وبين الخرافيين الذين يصدقون كل شيء بإسراف ويؤمن به دون أي دليل أو برهان إذا أن الإسلام يدعو إلى الإيمان والاعتقاد بما قام عليه البرهان اليقين والدليل القطعي يرفض الإسلام الأوهام والخرافات إذن الإسلام هو دين الوسط نقول من خصائص النظام الإسلامي أو النظم الإسلامية التوسط والاعتدال أنا أتيت بمثال عن الوسطية في الاعتقاد دين الوسط بين الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود إله وبين أولئك الذين يعددون الآلهة حتى عبد الأوثان والأبقار والأغنام ودين يدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له بالإضافة إلى أن الإسلام دين وسط لا يقدس الأنبياء ولا يرفعهم إلى مرتبة الألوهية كما تفعل بعض الأديان الأخرى إذن هذا هو التوسط والاعتدال والأمثلة كثيرة في هذا الموضوع من خصائص النظم الإسلامية الموازنة بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة وأتي بذلك بمثال والأمثلة كثيرة في مجال الأخلاق الموازنة بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة في مجال الأخلاق حث الإسلام على المحبة والإخاء والإثار وأمر بالتعاون على البر والتقوى ودعا إلى توحيد الكلمة وجمع الصف كما دعا إلى التراهم والتسامح وإلى البذل والتضحية واحترام النظام وبجوار ذلك حذر من الحسد والبغضاء والحقد والفرقة والتنازع وسائل الرذائل التي تنشأ من الأنانية والغلو في حب الذات وحب الشهوات وبهذا يكون الإسلام قد أقام بالتشريع والتربية الموازين القصد بين الفرد والمجتمع أو بين الفرد والجماعة أو الجماعية في حياة الإنسان إذن الموازنة ما بين مصالح الفرد وما بين مصالح الجماعة ومن خصائص النظم الإسلامية الواقعية والموضوعية واليسر بمعنى أن هذه النظم ليست ضربة من الخيال أو أوامر صعبة ينكرها العقل السليم هي واقعية تلامس احتياجات الإنسان تقدر تغير ظروفه من صحة ومرض وإقامة وسفر تتلاءم معها خذ مثلا في نظام العبادة الصلاة أو الصيام تجد أن طريقة أدائهما تتغير وفقا لصحة المسلم المأمور بهما هناك قصر في الصلاة بالنسبة للصوم يعني يباح له الفطر حين السفر كما يباح له جمع بعض الصلاوات وقصرها إلى آخر إذن هذه الواقعية والموضوعية واليسر ومن خصائص النظم الإسلامية الثبات فهي لا تتغير بمرور الأيام ولا بتبدل الأحوال ولا باختلاف الآراء أو فقد الأشخاص لأن مصادرها ثابتة ومحفوظة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إذن هذا هو سبب ثبات هذه النظم الإسلامية وأخيرا نقف مع الخاصية الأخيرة من خصائص النظم الإسلامية وهي موافقة الفطرة موافقة النظم الإسلامية للفطرة هي من أهم مميزاتها وهي تستمد هذه الخاصية من الرسالة نفسها فالإسلام دين الفطرة إن الله تعالى خالق الفطرة البشرية وهو أعلم بما يصلح لها في دنياها وأخراها فشرع لعباده من النظم ما يوافق فطرتهم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم آخر شيء في هذا الموضوع في محاضرة اليوم نعقد مقارنة سريعة ما بين مقارنة مقارنة سريعة بين النظم الإسلامية والوضعية مقارنة بين النظم الإسلامية والوضعية ونقصد بالنظم الوضعية التي وضعها الإنسان القانون الإسلامي أو النظام الإسلامي يقوم على أساس من معيار الحق والعدل الحق والعدل قيمتين ثابتتين في الحياة النظام الإسلامي قانون علمي موضوعي نزيه بعيد عن الدوافع والمؤثرات التي تؤثر في المشرع الإنسان هذا الفرق حقيقة ما بين ما وضعه الإنسان وبين ما وضعه الله عز وجل التشريع الرباني والتشريع الإنساني النظام الإسلامي له هدف واضح وغاية محددة تحدد وجهة الإنسان في الحياة وتبين غايته النظام الإسلامي يمتاز باحترامه للأخلاق وباهتمامه بالحفاظ عليها وارتباطه بها ارتباطا وثيقا بخلاف القانون الوضعي الذي وضعه الإنسان فإنه لا يلتزم بالأخلاق ولا يعنيه من أمرها شيء في كثير من الأحيان القانون الوضعي أهمل قضية الأخلاق وتجافى معها تجافيا أوقع الحضارة البشرية اليوم في مأساة إنسانية مروعة ارتكس الإنسان معها في مهاوي الانحطاط والسقوط بينما التشريع الإسلامي حقيقة وتشريع له هدفه الواضح وغايته المحددة فهو يحترم الأخلاق ويهتم بالحفاظ عليها التشريع الإسلامي لم يترك صغيرة ولا كبيرة من نشاط الإنسان إلا ونظمها بشكل قواعد وقوانين وأحكام دقيقة بحيث عمل مع الإنسان كوحدة موضوعية متكاملة بكافة نشاطاتها الاجتماعية والفردية نظمها نبط سلوكها أخضعها لانضباط قانوني متقن في كل شيء في المأكل في المشرب في السلوك في علاقات العائلة الجران الأصدقاء العناية بالجسد اللباس كل هذا اعتنى به الإسلام ونظمه لكن لما نأتي إلى القانون الوضعي اليوم الذي وضعه الإنسان فإن نشاطه لم يمتد لمثل هذه الآفاق ولم يزل يعاني من ضيق الأفق وعدم قدرتها على تنظيم كل جوانب السلوك الإنسان وبالطريقة التي تناولها التنظيم الإسلامي الميزة الكبرى التي يمتاز بها النظام الإسلامي هي صفة الخلود صفة الخلود وقد تمتع الإسلام بهذه الصفة التي توفر له القدرة على استعاب العصور والبقاء مع الأجيال كقائد وموجه ورائد لها في طريق الخير والهداية والبناء الحضاري السليم لكن لو أتينا إلى القانون الوضعي الذي وضعه الإنسان فإنه لا يملك مثل هذه الخصائص والصفات غير أنه تشريع محدود يحدد إرادة المشرع ووعيه الاجتماعي المرتبط بحدود ظرفية ومصلحية تنعكس على روح التشريع وتعطيه أو تدمغه بالعز والقصور وتجعله بعيداً عن الاستجابة لقوانين الحياة الطبيعية وتلبية النمو والتكامل الإنساني السليم مما أعطى الفرصة للتلاعب في مثل هذه الأنظمة أو القوانين لكن كما رأينا أن القانون الإسلامي له صفة الخلود الصفة تجعله قادراً على استعاب كل العصور وأن يبقى مع الأجيال دائماً ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وإلى أن نلتقي في محاضرة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة